وقع طرفاء النزاع الليبي على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جونيف استمرت خمسة أيام برعاية الأمم المتحدة حيث يدخل الاتفاق الذي ينص على دمج المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة وتفكيك الميليشيات وإعادة المرتزغة حيث التنفيذ بشكل فوري لحين تأسيس حكومة جديدة وفي لقاء صحفي قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامس إن الأطراف الليبية تفقد على الانسحاب عسكريا من سيرت والجفرة ومن المفترض أن يغادر جميع المرتزغة والمقاتلين الأجانب ليبيا في غضون ثلاثة أشهر كما أكد الفرقاء الليبيون في جونيف التزامهم بفتح جميع المعابر ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرة طلبت اللجنة العسكرية 5 plus 5 التي تمثل المسار الأمني إلى جانب مساران آخران هما السياسي والاقتصادي رفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن لاعتماده كقرار ملزم لكل الأطراف مؤكدة أن المجلس سيكون هو الضامن لهذا الاتفاق وفقا للقرار الأممي 25 عشرة الاتفاق الأمن الذي توصل إليه الطرفين نزاع الليبي في جونيف سيمهد من شأنه إلى تسوية سياسية تساعد في استقرار البلاد طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف